في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض سكراب جميل جدا آآ بسيط يتعامل في دقيقتين بالزبط لو انت مستعجلة ومعندي كيش آآ سكرابات وعايزة تعملي سكراب بسرعة ده فوري آآ مهم كيش نتيجته حيلة جدا وبعدين انا بسميه سكراب لطيف كده عشان لونه لطيف وجميل آآ وقوامه جميل آآ في شوية مكونات على بعض آآ بيده للجلد صحة ومرونة وترتيب عالي هنشوف المكونات مع بعض آآ كمان عندنا النهاردة في الفيديو وصفة آآ لعلاج الحروق اللي ساعات وصفة سحرية فورية آآ هتبقى موجودة معانا بمكونات بسيطة جدا لكمان للمناطق الغمقى آآ بس ريت لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوني لايك ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي آآ تنزلوا آآ تشتركوا يلا بينا على الوصفة السحلة جدا نشوف المكونات معانا هنا السكر نشوف السكر بيعمل ايه آآ بينتج خلايا جديدة آآ جلدية جديدة خالص وبيقضي على الخلايا الميتة آآ كمان بيحمي البشرة من الجفاف آآ كمان بيساعد آآ البشرة من التخلص من الجزور الحرة المكون اللي بعد كده العسل العسل اصلا مضاد للجراسيم وللميكروبات يعني اي سموم في جسمنا بكتيريا طبعا احنا في الحر آآ اي حبوب صغيرة مطهر عالي جدا آآ مضاد جدا للجراسيم زي ما قلنا والميكروبات آآ معاكم يعني مرتب جدا يعني بيخلصنا من الخطوط البيضة في الجسم ويرتب جلدنا ويخليه بصحة ويمرن وجمين نشوف المكون اللي بعد كده زيد جوز الهند عايزين منه بس معلقة صغيرة مش كتير ممكن آآ يعني تشوفي لو مش عندنا زيد جوز الهند ممكن اي زيد تاني مرتب لو لو مش عندنا ده متاح آآ زيد جوز الهند بيرتب البشرة بيعالج الحبوب بيكافح كمان الشيخوخة والخطوط البيضة اللي بتضيقنا بيقلل البقع الدكنة آآ كمان بيكافح الخلايا بيزيل الخلايا الميتة هنجيب بقى طبق وبعدين هنحط آآ كل المكونات بتاعتنا مع بعض هنحط السكر السكر جميل جدا جدا للبشرة كمقشر بتقلقوش منه آآ يعني بيبدلك الخلايا الميتة بخلايا جديدة مع الاستمرار انا بحب بحط اللون على اي سكروب انا بستخدمه علشان يبقى لونه مختلف وجميل تحسي كده يعني ايه بيشدك ان انت تستخدميه لو احنا كسلانين هنحط آآ معلقة الزيد جوز الهند مش هنقطر يعني كتير ترطيبه عالي جدا جدا آآ زيد جوز الهند وكلنا عارفينه آآ هنجيب هنا شوية آآ لوشن آآ شوية يعني معلقتين كبار للبس للترطيب وللرغوة بس البسيطة علشان لما نعمل سكروب يبقى سهل معانا آآ السكروب ده جميل زي ما دايما بتفق معاكم ان اي مكونات احنا بنستخدمها بتبقى مشتركة في الخصائص بتاعتها ودايما هفضل اقول لكم ان اي حاجة طبيعية احنا هنا هنضيف العسل معلقة عسل كبيرة اي حاجة طبيعية جسمنا بيمتصها فلو ما نفعتهوش هفضل اقول لكم كده كل مرة مش هتدره زي ما انا بستخدم حاجات فيها كيمويات آآ آآ اه ماشي فورية وكل حاجة بس والله العظيم يعني ما بحبش احلف بس الحاجات الطبيعية مش بطيقة زي ما احنا بنقول بس الكله آآ بالاستمرارية لو استمرنا على الحاجة هتلاقي آآ يعني زي النتيجة اللي انت فعلا حبها اللي بناها كده آآ بقى جاهز نحطه في علبة ازاز ما بحبش ان انا آآ احفظ اي حاجة في علبة بلاستيك آآ ده هنستخدمه مرتين في الاسبوع يعني لو احنا بقى مش بنكسل ممكن نستخدمه تلات مرات في الاسبوع جميل جدا جدا بينعمل بشرة بينعمل آآ الجلد بيرطبه بيخليه صحي بيخليه مجدود آآ بيقضي على البقى عند دكنة آآ بيشير خلايا الميتة اللي بتضيقنا لو جلدنا جاف عشان احطبعا كنا طلعين من الشتا لو جلدنا جاف بيرطبه جدا وبيحميه من الجفاف آآ دايما اقول لكم لازم نشرب ميا كتير آآ ياريت الوصفة تكون آآ يعني عجبتكم وجميلة وكيوتة زي منا ما بقول عليها ويلا بينا كده ندخل على الوصفة التانية الوصفة دي بقى سحرية جميلة جدا رغم بساطة مكوناتها آآ ورغم ما فيهاش يعني انت اعتبر ما فيهاش مكونات وبسيطة جدا آآ مريحة في استعمالها آآ بتقدي على لو يعني احنا طبعا كستات بيوت آآ معرضين احنا بنتلاسع في المطبخ او لو قدر الله اي حد من الاطفال بتقدي على طول فوري آآ ما بتخليش لها علامات بتخفف الوجع بسرعة آآ المكون الاولاني الفازلين الفازلين ده يعني الاكسجين بتاعي بصراحة آآ جميل جدا جدا مرطب للجلد آآ آآ بيحمي الجلد من آآ آآ من هقول ايه من كل حاجة آآ جروح ماشي كل حاجة يعني كل حاجة الفازلين ده فضيع هنا الملح ملح البحري زي ما احنا دايما متفقين مش بستخدم الملح الصيناء ويا ريت الملح البحري يفضل آآ موجود آآ في بيتكم على طول غني بالمغنيسيوم آآ مش بيرفع ضغطه خالص آآ وآمن جدا احنا هما دول المكونين اللي اتنين بس اللي احنا نستخدمهم في في الوصفة دي ما انا بقول لكم رغم ان هي بساطتها وآآ جمالها هنجيب بقى علبة انا كان عندي علبة فازلين صغيرة آآ كنت كانت عندي فهنعمل ايه بقى آآ دي هتبقى مغلقة الوصفة دي يعني انت بتعمليها واتسي بيها مش بتبوز مش مش بنحفظها في التلاجة ما فياش اي حاجات خليها عندك في الحمام جنب اللطيف اللي احنا عملناه من شوية آآ هنجيب العلبة بقى الفاضية اللي عندنا انا بحب احتفظ بالفازلين دايما نحط معلقة او معلقة حسب بقى الكمية اللي انتي آآ هتحتاجيها انا حطيت هنا معلقة ونص ملح آآ هي معلقة معلقة الفازلين عليها آآ معلقة ونص ملح تمام انتي ممكن تعملي كمية وتخليها عندك للطوارق بعد الشر يعني منكزة جميلة هنقلبهم مع بعض كويس جدا نعملت هنا كمية وبسيطة بس عشان اوريكم هنقلبهم كويس جدا جدا وده كريم او آآ منتج طبيعي جميل جدا آآ اي لسع فوريا بيقضي عليها كمان بتستخدميه للمناطق الغمقة آآ اي منطقة غمقة مش عجباكي بعد الشر بتدهني منه آآ ممكن كمان لو انتي يعني لو احنا بقى عايزينه للمناطق الغمقة ممكن انه حط عليه اي نقطتين زيت عطري زيت ورد آآ زيت نعناع الزيوت العطرية اللي انت بتحبيها واتمنى الوصفة تكون عجبتكم وما تنسوش اشتركوا في القناة وشوك رانيكو